هو قال جملة طبعا غياب محمد صلاح في الشورت لست ويمكن في بعض الناس فعلا قالوا أن محمد صلاح تقلقه السنة دي مش مرتبط بالبلندور لأن البلندور عن الموسم الماضي في بعض الناس أو بعض النقاط الرياضيين بيقول بالرغم عن كده لكن محمد صلاح بأداءه الفترة اللي فاتت بيطرح اسمه بقوة على الألف الشورت لست للبلندور أنت شايف الأمور راحة فين محمد يعني قد الكافة تروح أكتر لخروج محمد صلاح من الشورت لست بناء على معايير معينة زي ما حدتك قلت بترجع شوية على العام الماضي وإنجازات وبطولات بتساعد اللاعبين للترشح بقوة يعني هناك أسماء مرشحة بشكل كبير جدا بتنافس محمد صلاح طبعا إحنا بنتمنى أن محمد صلاح يكون متواجد ممكن يلعب دور كبير التطور والتواهج الكروي اللي بيعملوا محمد صلاح مع كتابة أرقام وحصيات جديدة تضعوا إن شاء الله مع المرشحين للبلندور هذا العام نتمنى ذلك الموضوع محاير شوية كابتن هاني الموضوع محاير لأن المعايير مختلفة هناك لأن محمد صلاح يعني بيقدي مع بداية الموسم أرقام قوسية كبيرة جدا جدا ده خلينا نرجع كمان للمباراة وكانت المواجهة المباشرة ما بين محمد صلاح وكريستانو رونالدو من خلال ليبر بول ولمان يونيتد وأرقام محمد صلاح وكريستانو رونالدو في هذه المباراة طبعا محمد صلاح يعني بحق هاترك مقابل كريستانو لم يحقق أي أهداف نسبة الأهداف المتوقعة كانت لصالح صلاح برقم كبير 1.2 مقابل 0.4 لكريستانو رونالدو الفرص على المرمى خمس فرص لمحمد صلاح قدر يسجل منها ثلاث أهداف مقابل فرستين لرونالدو ما قدرش يسجل منها ولا هدف صناعة الأهداف محمد صلاح واحد رونالدو لا سفر صناعة الفرص محمد صلاح 2 رونالدو ما فيش تصوبات على المرمى محمد صلاح سبع تزداد منهم أربعة ما بين القائمة والعرضة كريستانو رونالدو أربعة تصوبات منهم اتنين ما بين القائمة والعرضة نتكلم على التمريرات الصحيحة طبعا محمد صلاح بنسبة 92% مقابل 85% بالنسبة لكريستانو رونالدو أرقام بتدل أن محمد صلاح يعني كان كينجو دبنهاتش ما فيش شك أنه هو كمان أرقامه بتدل على النطج الشخصية وعلى جزء مهم جدا عايزة أكلمك فيه عملية الثقة عملية الثقة اللي اكتسبها محمد صلاح ومن خلال كمان تصرحات محمد صلاح بعد المباراة أنه بيشتغل فيه جزئين الجزء بيشتغل على نفسه كويس قوي لكن مش ناسي أنه هو جوه فريق كورة والكورة الجماعية فبيتكلم كل اللي بعمله آه بشتغل على نفسه لكن إحنا عندنا هدف جماعي وده اللي بنشوفه مع يورجن كلوب أن الفريق بيشتغل بشكل جماعي رغم طبعا يعني نبوغ محمد صلاح من خلال الأهداف والأرقام صحيح يعني هو محمد صلاح فعلا بيواصل استمراريته في التطوير أهم النقطة بيشتغل عليها محمد صلاح وده اللي قالها في تصريحه برضه هو إنهاء الهجمة واللي بيحراز الأهداف المقارنة اللي شفناها دلوقتي مش بس بتبين أن محمد صلاح كان الأفضل أو أفضل من رونالدو في هذه المباراة فقط لا هو أفضل من رونالدو من جميع اللاعبين في التسع مباريات في التسع جولات في البرايمر ليج يعني أنا لاحظت في الإحصايات والأرقام اللي اتعرضت إن كريسانو رونالدو على سبيل المثال صفر في صناعة الفرص على سبيل المثال هو صفر أيضا في صناعة الفرص منذ أتى إلى الماني يونايتد لكن في أحيان كتير كان يعني أنا في اعتقاد أن رونالدو يعني كمان بيقدم أداء رائع مع الماني يونايتد العملية مش مشكلة في الأفراد زي ما بقولك هي منظومة منظومة كورت قدم الماني يونايتد محتاج في وجه نظري مدير فني أقوى شخصية أقوى من سول شاير محتاج تنظيم أفضل من التنظيم على الشكل الدفاعي أو الشكل اللجومي لكن كمان رونالدو تبتكر أنه كان خلال مسابقة الشامبينز ليج كان سبب أساسي لوصول أو تعلي صدارة المجموعة للماني يونايتد خلال طبعا هدف أمام في الريال في آخر مباراة وكمان من خلال المباراة اللي فاتت أو الجولة اللي فاتت بكل تأكيد يعني ده لا يقلل من رونالدو ورونالدو أسطورة بكل المقاييس ولكن احنا بنتكلم على إطار مقارنة ما بينه ما بين محمد صلاح على المباراة الأمس أو على مستوى البرايمير ليج في العام ولكن عندما نتحدث عن مقارنة بين محمد صلاح ورونالدو على المستوى العام والسنين يعني حيكون فيه فوارك كبيرة وكلنا سكة أن محمد صلاح مع الاستمرارية والتطوير اللي شغال فيه والتواهج ده قد يصل إلى ما وصل إليه رونالدو في العوام القديمة حتى مهم حادثة كلتها كابتن هاني اللعب كمنظومة شفنا ده اتعكس يورجون كلوب بيعمل لا بيعمل شغل بيستخدم التولز أو الأدوات كلها اللي عنده شكرا